في متحف الشارقة للفنون وتحت شعار أنا هنا إعادة تعريف الإعاقة في عالم الفن افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسم رئيس مكتب سمو الحاكم المعرض الذي ينظمه مركز الفن للجميع التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالتعاون مع هيئة شارقة للمتاحف وتجول رئيس مكتب سمو الحاكم في أروقة المعرض الذي يمثل رحلة إبداعية يقوم خلالها الفنانون من ذوي الإعاقة لعادة صياغة رؤيتهم حول مفهوم الإعاقة من خلال أعمالهم الفنية المؤثرة مستمعا إلى شرح حول جميع تفاصيله ويمثل معرض أن هنا رافدا فنيا وثقافيا يحقق رؤية مركز الفن للجميع ورسالته المستدامة لبناء جسور التواصل بين الفنانين ذوي الإعاقة وأقرانهم من غير المعاقين إذ يجمع المعرض أربعة وثلاثين فنانا وفنانة من المنتسبين للمركز ويهدف المعرض إلى تصليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة المبدعين والفنانين والملهمين من خلال عرض مواهبهم بأشكالها الفنية المختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر